مع اقترب نهاية عام 2020 والكشف عن اللقاحات المعتمدة عالميا لصدف فيروس كورونا تبدأ الاستعدادات الصحية اللازمة لوصول اللقاح إلى السعودية إذ كشف استشاري الأمراض المعدية السعودي نيزار باهبري عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر أن اللقاح سيصل في حافظات مبردة تصل درجات الحرارة فيها إلى 80 تحت الصفر كما أكدت السلطات الصحية أن السعودية ستكون من أوائل الدول في مجموعة العشرين وعلى مستوى العالم في الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وبكميات جيدة للمزيد ينضم إلينا من جدة عبر سكاي بالدكتور نيزار باهبري استشاري الأمراض المعدية أهلا بك معنا دكتور صباح الخير ويعني ستكون السعودية من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح خلال هذه الفترة وخلينا نتكلم عن الشارع السعودي لماذا تقبلوا لهذه الفكرة أن هم يغضوا اللقاح في مخاوف في شكوك حول هذا الموضوع أم هم في انتظار هذا اللقاح لأغضوا الحقيقة زي كل اللقاحات في العالم بس هذا اللقاح كمان بيواجه الآن كمية كبيرة من التخوف ومن مقاطع اللي مليانة كثير من المؤامرات والتحليلات نظرا لأنه الكل يستخدم اللجان اللي هي مقامة للقاحات بتستخدم أنه تم تصنيعه بسرعة هذه تكنولوجيا جديدة فبالتالي فيه تخوف عند الناس من التكنولوجيا الجديدة نظرا لأنها هي تكنولوجيا تماما مختلفة عن كيفية عمل اللقاحات في السابق نعم طيب دكتور خلينا نتحدث عن الترتيبات لتوزيعها في المملكة هل هناك فئة عمرية مستهدفة حيبدأوا فيها كمرحلة أولى المتوقع أنهم يكون الجيش الأبيض أولا الممارسين الصحيين اللي ما جاتهم كورونا من عوائل اللي ياخذوا التطعيم بالإضافة إلى أصحاب اللي هم الفئات اللي الأكثر ممكن أن تجي لهم مضاعفات من الكورونا كبار السن الأشخاص اللي وزنهم كبير الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة هذولا بالتالي حيكون الأوائل بس لازم نأكد على أنه من المتوقع أنه يكونوا اللي أصيبوا بالكورونا نظرا لأنه المفروض عندهم أجسام مضادة وعندهم مناعة يكونوا من آخر الناس اللي يحصلوا على اللقاح دكتور يعني صراحة أنا عندي فضول يعني أنا عارفة أن أنت عندك أجسام مضادة والأمور تمام ولكن فيما بعد هل ستأخذ هذا اللقاح يعني عندك هذه الرغبة ولا ترفض الموضوع الحقيقة أنا الحقيقة يعني إن شاء الله لو كان جاتني الفرصة وكنت من المقبول أنهم يحصلوا على اللقاح حقيقة بس يعني أنا دائما أقول لكثير من الأشخاص اللي يتساءلوا هنأخذ اللقاح ولا ما هنأخذ اللقاح أنا أقول بكل بساطة صحيح الناس يقولوا أنه 95% من الناس ينجوا من المرض لكن حقيقة المرض في فئة معينة أكثر تقريبا من 15 إلى 20% بتحصل لهم مضاعفات بتجلس لمدة شهور حقيقة المرض ما هو سهل يعني المرض لبعض الأشخاص جدا ما هو سهل لبعض الأشخاص كبار السن من اللي يهمونه والله كانوا يمشوا على رجولهم دخلوا المستشفى بعدين المرض يتطور بسرعة إلى درجة أنك تفضل بكثير من الأحيان ما أنت قادر تسوي ولا حاجة كالطبيعة وتفضل تطالع في المريض اللي ما لا سمح الله تحصل لهم ضاعفات أو يتوفى الله الحقيقة لو كان في لقاح ممكن أن ينقذ حقيقة أنا أشوف أنه الكل يريد أن يأخذ نعم طب دكتور هذه اللقاحات كيف تعتمد هل سيكون في لجنة وطنية صحية عشان يوافقوا عليها أيها الحقيقة شاكر جدا لسؤالك هذا وأنا دائما أطمن كل الناس اللي عايشين في المملكة العربية السعودية إنهم لما يكون عندهم دائما تخوف من اللقاحات لازم يعرفوا أنه في عندنا هيئتين وزارة الصحة وحيئة الغذاء والدواء وهذه اللجنة الوطنية موجود فيها أكثر من 15-20 طبيب عشرات السنين هذا تخصصهم اللقاحات يراجع كل شيء موجود في العلم موجود في الدراسات قبل ما يتمد أي لقاح يدخل للمملكة فمستحيل إنهم راح يكون عندهم تخوف من فعالية أو سلامة ويدخلوا الأرض المملكة لجنة وطنية من أهلنا وأولادنا تقم في الخبرات في اللقاحات هم اللي يعتمدوا اللقاح اللي يدخل للمملكة الدكتور الكثير يتكلم عن مدى فعالية هذا اللقاح أنه بعد الجرعة الثانية بما أنهم جرعتين بعد الجرعة الثانية يقال أنه هو يستمر هذه الفعالية لمدة ثلاثة أشهر طبعا لا نخصص يعني لا نعمم على كل اللقاحات أنا أتكلم عن لقاحات معينة صحيح دحين إلى الآن حقيقة ثلاثة شهور أقل من الدراسات بالعكس علشان هما ثلاثة شهور علشان هما ظهرت النتائج الأولية حقتهم واللي يعتمد بها في ثلاثة شهور لكن المتوقع بالعكس أنها تجلس شهور طويلة في بعض اللقاحات يتوقع أنها تجلس سنة سنتين في اللقاحات يتوقع أنها تجلس في فترة طويلة بس أنت ما يمديك أنك تأكد هذا الشيء غير لما تبدأ تطبقه على أرض الواقع طيب بالنسبة للمناعة دكتور متى الواحد يكون عنده مناعة ضد فيروس كورونا هل هي بعد أيام معين من بعد أخذ الجرعة الثانية عشان الناس لا تحسبوا يأخذوا التطعيم وخلاص عندهم مناعة دائما كل التطعيمات تحتاج الأجسام المضادة عندنا علشان تكون منتجة بشكل صحيح من 5 أيام إلى 14 يوم فدائما نقول للناس الرقم السحري هو 14 يوم بعد إن شاء الله أخذك للقاح المفروض أنها تكون ظهرت عندك إجسام مضادة طيب بالنسبة دكتور لكبار السن لأصحاب الأمراض المزمنة هل من شروط معينة لأخذ هذا اللقاح بما أنهم سيكونوا أول فئة يأخذوا هذا اللقاح الحقيقة ما في شروط بالعكس إنهم كل ما كانت عندهم أمراض مزمنة وكل ما زادت نسبة الخطورة عندهم كل ما كانوا هم الأولى إنهم يأخذوا بشكل أسرع هل توقع أثار جانبية بالنسبة لهذا الموضوع أم لا؟ إلى الآن الدراسات ما أثبتت على قد ألوف اللي أخذوا ما أثبتوا في أي علامات أو مضاعفات جانبية شديدة أو جديدة يعني إذا الناس بتسأل فيه أعراض جانبية جديدة بحكم إنها تجربة جديدة وتكنولوجيا جديدة إلى الآن ما فيه ولا دراسة تبين إنهم جاتهم هذه الأعراض الجديدة ماذا عن الأطفال دكتور؟ هل الأطفال كانوا من ضمن التجارب السريرية؟ وهل ستعطى فعلا للأطفال؟ لسه غالبا المتوقع أن الأطفال والحوامل لسه ما فيه أي دراسات تبين إنهم يقدروا يأخذوا وهم دائما هم يكونوا آخر فئات يتم عليهم أي نوع من التجارب السريرية فإلى الآن لا فيحتاجنا نتوقعه لكن لازم نفتكر أن الأطفال هم من أقل الفئات التي تجي لها مضاعفات بسبب الكورونا الله يحميهم دكتور شكرا على كل هذه المعلومات دعنا نتجه إلى أسئلة المشاهدين على تويتر هي أسئلة عامة أول استفسار أمراض الكبد جميعها معدية وكيفية الوقاية منها؟ يسأل إذا كانت معدية أم لا؟ أمراض الكبد الوبائي عندنا با وجيم نعم أليف معدية فقط إذا استعملت نفس دورة المياهة ونفس الكامب بينك لأنه ينتقل عن طريق الأكل فيحتاج الأيدي علشان الانتقال بس نقدر نقول بالمجمل معدية طيب نذهب إلى سؤال آخر دكتور هل الأكزيما والصدفية معدية؟ وما هي الأمراض الجلدية الأخرى المعدية؟ بكل بساطة الصدفية والأكزيما أمراض مناعية فهي ما هي معدية مناعة ناشطة لكن الأمراض المعدية اللي في الجلد هي أي شيء يختخص ببكتيريا مثلا على سبيل المثال من الأشخاص اللي يكون عندهم حبوب أو بكتيريا على جلدهم ويروحوا مثلا النوادي أو يسير بينهم تلاحم جسدي علشان بيلعبوا رياضات تقوم تنتقل من الجلد للجلد البكتيريا إلى بكتيريا طيب هناك سفسر آخر دكتور هل المناعة الطبيعية للجسم الإنسان دورنا في الحد من انتقال الأمراض المعدية بشكل سريع؟ المناعة هي الأساس أنه لا تدخل الأمراض المعدية الفيروسات تدخل إلى الجسم لكن تقاومها المناعة حقكنا فما تظهر عليك عراض المناعة الجزء الأساسي لازم نفتكر المناعة الجيدة نوم رياضة ثم التهدئة من القلق طيب دكتور لدينا سؤال ثالث أسأل عن الحمى المالطية ما هو البضاد الحيوي لعلاجها وهل هي معدية بشكل كبير؟ الحمى المالطية لها عدة مضادات حقيقة يعني المضادات الرسمية لها أكثر من خمسة أو ستة وبعضها يجي على شكل إبر وبعضها على شكل حبوب الحقيقة معدية معدية إذا أنت برضك مسكت نفس الإناء نفس المكان أكلت من نفس الجبن أو القشطة اللي كان موجود فيها البكتيريا حقا الحمى المالطية طيب دكتور لكل الأشخاص اللي خايفين من أخذ اللقاح ويقول لك أستنى شوية لأشوف الوضع يكون إزاي خايف من أثار جانبية أو ممكن يحصلوا حاجة إيه النصيحة اللي بتقدمها له أول نصيحة إذا أنت عايش بخوف أو قلق في المجتمع ما يبغى لك أنك تاخر التطايم إحنا ما نعرف عن كمية الإمداد للتطايمات إذا كان رح يحصل فيها شيء إحنا ما نعرف إيش رح يحصل من قوانين أو من أحيانا يكون عندك إمدادات يعني لا سمح الله دخل في زيادة في عدد الحالات حصل فجأة رجعت المدارس رجعت الحياة الطبيعية وزادت عدد الحالات وأفرض أنه ساعتها يكون فيه عندنا نقص للإمداد أحيانا التأخير ماهو جيد صحيح إحنا بنقول بكل بساطة يا أخوانا التطايم ليس إجباري التطايم اختياري واللجنة اللي مشكلة علشان في كل دول الخليج في كل الدول في العالم لجنة تكون فيها ناس متخصصين في هذا الموضوع فلازم هما راح يكون خافوا علي وعليك وعلى كل أهلهم قبل ما يدخلوا التطايم على العموم إحنا ما نقدر ندل التطايم إجباري أو التطايم اختياري ونتمنى إن شاء الله العافية للجميع صابعا يا رب كان معنا من جدة عبر سكايب الدكتور نزار باهيبر استشاري الأمراض المعدية شكرا على وجودك معنا اشتركوا في القناة